طيب خلينا نروح لصحف فرنسا طبعا ردود الأفعال على خروج فرنسا كانت عنيفة جدا أنت عندك منتخب يعني أنا قلت في بداية أن الأسماء اللي بيدوم معها المنتخب الفرنسي في كل خطوطه تصلح بجد تصلح أنك يكون عندك منتخبين تعمل منتخبين تشارك بيهم في بطولة أمم أوروبا واللي منتخبين يبقى عندهم القدرة على فكرة على المنافسة يعني فيش منتخب أقلم التاني تحتار تختار مين تشكيلة أساسية ومين ممكن يقعد بر لكن المستوى والأداء مش بس بسبب الخروج قدام سويسرا من بداية البطولة المستوى والأداء قدام ألمانيا المستوى والأداء قدام المجر والمستوى والأداء قدام بورتغال ما يقولش أنه فرنسا بتكشر عن أنيابها أنه الأسماء اللي في فرنسا بين زيما وجريزمن وبوكبا ونجولو كانتي وكيليا نمبابي وغيرهم ورابيو والناس دي كلها جاية تقول أنا جاية أخذ البطولة طبعا ردود الأفعال في فرنسا خلينا استعرض مع حضراتكم جزء من الصحف الفرنسية اللي هجمت طبعا هجمت ديشان ديشان قط عمبرح في صحف فرنسا الحقيقة أو النهاردة يعني صباحا في صحف فرنسا بشكل عنيف لكيب الحقيقة بتدي قالت أو كتبت عنوان كده على منتخب فرنسا المضمرون لباريزيان قالت الخيبة طبعا لكيب صورة تعكس مدى الإحباط ومدى خيبة الأمل على وجوه طبعا لعيبي فرنسا ده جيروه طبعا جيروه ما شاركش في ماطش مبارح ولكن الحقيقة يمكن حتى اللي شاركوا يعني مقدموش المرضود المناسب خدوا بالحضراتكم من فرنسا كانت متقدمة تلاتة واحد وسويسرا قدرت ترجع في المباراة يعني ده في حد ذاته بيقول أنه اللعيبة بتاعت سويسرا جاهزة بصدقة نفسها واثقة في نفسها عندها قدرة أنها تلعب بإصرار روح التسعين زي ما احنا بنتكلم عن نادي الأهلي اللعيبة عنده إصرار وعنده إحساس من جواه دي ما بيجيش بين يوم وليلة بتيجي الحقيقة بنتيجة تحضير نفسي وزهني بياخد وقت طويل جدا يعني ما بتحصلش في المباراة في التسعين دقيقة دي لعيبة جاهزة ووثقة تماما أنها في أي لحظة ممكن ترجع وعندها رغبة أنها ترجع لغاية آخر ثانية ده اللي احنا بنقول عليه روح الفنلة الحمرة يعني ده الترجمة العلمية لفكرة روح الفنلة الحمرة وأعتقد أنه ده اللي عملوه سويسرا مباراة في مباراةهم مع فرنسا لباريزياء قالت أنه لا يستحق الزرق طبعا التقدم في بطولة أوروبا أبعد من ذلك وكلمت الحقيقة عن الأخطاء في ماتش استمر 120 دقيقة وانتهى طبعا بالضربة القاسمة ضياع ضربة الجزاء أو ضربة الترجيح لسجلها كيليا نمبابي في آخر المباراة كمان الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الصحف هاجم ديديد وقال أن إدارته للمباراة كتسبب مباشر واختياره لطريقة اللعبة كتسبب مباشر في خروج فرنسا المهين على حد تعبيرهم كل تصريحات نجوم فرنسا رافا فران بول بوجبا بتقول أننا ما كناش نستحق أننا نكسب المباراة نروح لميسي اللي قلت حقا لكم أنه بقى رقميا رقميا يعني أنا عارف أنه فنيا مهاريا يبقى فيه خلاف كتير وهيظل الخلاف ده على طول يعني لغاية النهاردة فيه أجيال وراء أجيال شايفا أنه مارادونا هو أصولة كرة القدم على مدار التاريخ مش بس في الأرجنتين وطبعا الجيل الجديد يمكن يكون ميال أكتر لليو ميسي لكن بالأرقام ميسي أصبح أصولة الكرة الأرجنتينية ليه بقول كده لأنه تقلق مباراة طبعا في مطش الأرجنتين سجل هدفين وصنع هدف مش بس كده مكاسب بالجملة المكسب الأول أنه الحقيقة بقى أكتر لعبي الأرجنتين على مدار التاريخ مشاركة مع المنتخب الأرجنتيني ورفع رصيده من المشاركات لمية تمانية واربعين مشاركة ووصل للهدف خمسة وسبعين عشان يحجز مكانه اللي كان رقم المشاركات كان مسجل باسم ماسكرانو مش مارادونا كان باسم طبعا ماسكرانو مدافع البارسة الشهير وكسر مباراة ليو ميسي ده لو سمعني بقول كريستاني رده أزعل جدا ومباراة كمان كسر الرقم التاريخي كهدف للمنتخب الأرجنتيني عشان يحرز خمسة وسبعين هدف عشان يعزز مكانته طبعا كهدف تاريخي كمان لمنتخب الأرجنتين ورغم كده ورغم كل الإنجازات دي إلا أنه زي ما قلت لحضراتكم نجوم كبار بحجم ومهاجمين أفزاز يعني على مدار أجيال مختلفة خليفة مارادونا كان أورتيجا وراء ريكلمي واحد من اللعيبة الأفزاز يعني خوان سباستيان فيرون زانتي هيرنان كريسبو ليو ميسي أجويرو كل اللعيبة دي ما حققوش تيفيز طبعا كارلوس تيفيز كل اللعيبة دي ما حققوش بطولة أمريكا الجنوبية 27 سنة كل تشكيلات الأرجنتيني ونجومها ما فيش جيل فيهم قدر يحقق بطولة كوبة أمريكا يمكن تعملها السنة دي الله أعلم